في الشأن الثقافية تقوم شركة هوليوود للسينما العالمية حاليا بإنجاز فيلم يحكي قصة سجين الموريتاني السابق في جوانتانام وسيد محمد دور صلاحي تشمل هذه القصة مشاهد متعددة بعضها يصور داخل موريتانيا بينما ينجز بعض الآخر في دول أجنبية وقد أدى وزير الثقافة وصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ليلة البارحة زيارة لموقع تصوير المشاهد الأخيرة المنجزة في بلادنا من هذا الفيلم محمد دور صلاحي سجين جوانتانام الذي دخل العالمية من بابها الواسع عبر معاناة دامت حوالي 14 عاما دونها في يوميات يتابع اليوم تجسيدها في فيلم هوليودي تشرف على إخراجه أكبر امبراطوريات السينما العالمية الفيلم الذي بدأ تصويره من أشهر على الأراضي الموريتانية وصل مرحلة المشاهد الأخيرة في بلادنا وذلك بحضور وزير الثقافة وصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد سيد محمد القابر والعديد من الشخصيات السينمائية الوطنية والهوليوديا يشرفني الحضور معكم الليلة في هذه المناسبة السعيدة وضيوفنا الكرام من فريق هوليودي يضعون اللمسات الأخيرة للمشاهد المصورة في بلادنا من فيلم بن موريتاني البار محمد دور صلاحي حيث حظي هذا العمل باهتمام كبير من السلطات العليا في البلد تجسد في تشكيل لجنة من ست قطاعات وزارية الحكومة الموريتانية التي أنشأت لجنة متعددة القطاعات مكلفة بتنسيق عمل الفريق في بلادنا كانت محل إشهادة من طرف بطل القصة ومرشعية الفيلم السيد محمد دور صلاحي الذي أكد أن الضيوف لاقوا تعاملا راقيا انعكس إيجابا على تنسيق عملهم بشكل مقبول نحن من خلال هذا الفيلم نريد أن نبرهن للعالم أننا بلد المحبة وبلد السلام وبلد الأخوة وبلد الحمد لله تعايش الأجناس وتعايش اختلاف النظر وأنا من هذا الممبر أشكر الحكومة الموريتانية على رسال سيد محمد الشيخ الغزواني بهذا الترحيب العميق مخرج الفيلم سيد كيفين ماك دونالد نوه هو الآخر بالدور البارز اللي لعبته السلطات الموريتانية من خلال التعاطي الإيجابي الذي مكن الفريق من أداء عمله في ظروف مريحة مؤكدا أن لديهم رغبة صادقة في العودة مجددا إلى بلادنا في أعمال سينمائية أخرى وعلى هامش المشاهد الأخيرة المصورة في بلادنا زار وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان المعرض المنظمة من قبل المكتب الوطني للسياحة الذي ضم العديد من المنتوجات التقليدية الموريتانية كما قدمت اللجنة المكلفة بتنسيق عمال الفيلم في موريتانيا جوائز لفريق عمل الفيلم وبهذا تكون موريتانيا رغم بعدها جغرافيا من المراكز السينمائية الكبرى قد سجلت اسمها في صفحات التاريخ السينمائي العالمي أطلق قطاع